إنه شرر الأزمة الذي يبدو أنه لن ينطفئ على مد قريب في أوروبا هذه المواقد في المطابق الأوروبية ما زالت تفي بالغرض إلا أن أسعار الغاز هنا تغلي يوما عن يوم كما لم يألف ذاك مواطن الاتحاد منذ سنوات ثقل الأزمة تستشعره بقوة هذه الشوارع خصوصا في بلدان كهولندا وبولندا وبلغاريا التي قطعت عنها إمدادات الغاز الروسية على هذه الدول تنضاف اليوم لاتيفيا وللسبب نفسه مخالفة عقد التوريد أي بعبارة أخرى عدم سداد فطورة الغاز بالروبل كما يسر الروس هذا مقر شركة جازبروم الروسية وهنا يدير الكريملين معركة أخرى غير تلك التي تدور بعيدا في أوكرانيا سلاحها الغاز هذه المرة هكذا تتهمه العواصم الغربية يرد الروس الأوروبيون مطالبون بالدفع بالروبل لا غير ومجبرون على أن يحصد تبعات العقوبات الاقتصادية على روسيا وقد عطلت في أكثر من مرة إصلاح هذه لنابيب ألا نبيب التي ما عادت تمد أوروبا بالغاز فقط ولكن بأزمة تضعها شيئا فشيئا أمام المأزق في بريكسل ذكما يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد مخارج له بأي ثمن لاتيفيا آخر المتضررين تقول إنها حصلت على بدائل للغاز الروسي ويقول مسؤول سياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأوروبيون يسر جورزيف بوريل قرروا إنها التبعية للطاقة الروسية لكن في الخارج وفي معيش مواطني دول الاتحاد اليومية تبدو الأزمة أمرا واقعا ومنهكا في آن في ألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية وأكثرها اعتمادا على الغاز الروسية يحشر جميع ولا تدور عجلة الاقتصاد بما يكفي فيما البلاد بدأت تستشعر أكثر من أي وقت مضى ندرة الطاقة في عواصم أخرى يراقب الناس ارتفاع الأسعار يوما عن يوم لكن دون وعود بحل قريب